صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. ندخل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني اذا انت متواصل مع ذاتك قوي. اه او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن ما زلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش طب اجرب مجربش حاجة كده من من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقولك انت مستقر. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور اي تاني. طور اه او برج مائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه يعني بيفكر بعقله قويا. ما يكون في المشاعر معناها ان شخص ده خليا بيفكر بعقله اكتر من اك. وبيحسب الامور جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه? حاجة زي كده يعني. اه عايز اشوف ركتاب الكارت ده عشان ما تكونش برضو ايه? اظلمه واسع انا اقول لك نيته مش حلو ولا حاجة. ده انت بستعمل مع حد هوائي ايه? اه. الشخص ده عايز اه يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم. وانت استقليت بزاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وآآ عايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني. مش مش هزار يعني. وآآ ممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو الشخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. وعايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو مع تحمل المعنى. ولكن هو اكتشف آآ في حقيقة المشاعر بان اللي عمله ده ما كان شي صح مثلا. انه ما كان يتعامل معك بطريقة دي او حتى ينهي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا. الجرأة بتاعت انه هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقت. وعايز يلحقت. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. شايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقول له انت مين انا ما رفقش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان اعيدها معك. اه معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اه ما كانش يا صاح ان هما ان هو يعني كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي ده نظرته ديك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل الامراج المائية قفلت خلاص كده. ده حتى تالت قراءة هو ودي قفلت. انت قفلت خلاص. مش عايزه تاني في حقيقتك لانه هو شايفك. هو ما استنتبش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبطت. مش عارفة بقى. على الممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ممكن تكون اتجوزت مسلا. او كتبت كتابك. او تخطبت. الله اعلم. حاجة من هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك اه بص هو ثانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده بص هو رفع عديها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده? انت روح ترتبط بعد ما احنا صدنا بعض ايه ده? يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت انت فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. اذا مش ان مع هرفانت ده زي ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقى لكم شهر واحدة كانت مكتوب كتابك بعدها بشهرين. فازاي يعني? هو مستغرب. فزي ما يكون شافك ان انت خلاص. افال تقص من عندك. وبدأت الحياة جديدة اللي انت كنت بتتمنى ها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة مبسوط بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معك. لان ان انا نقف بقى انت كالسي دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت حياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت. او داخل علاقة جديدة. ونويت نويتكمل يعني. هو شايفك انت قفلت خلاص من ناحيته. مش مش هينفع يرجع تاقي. ده لدمان قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف انت دخلت في علاقة. وشاعر بأسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني. بيقول ايه اللي انا عملته في نفس ده. وشايفك كمان ان انت مش طيقه. بص بدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل من حياته خالص. ومش عايز بتاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايز بتاني في حياتك. وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. على اللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في آآ في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يقول بالعرب خلاص. العلاقة بيننا تقطعت بالفعل. ومش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني وبين برج العرب. حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقول لك ايه ده? ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملته بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بقى? ده مش كده باص ده. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيعصل في حياته? حاليا. هو زي ما يكون بيمر بكرمة. آه فيه كرمة عنده بتحصل. آآ هو حاليا آآ تعبان على فكرة. بيمر هزا الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده آآ مش عايز اقول ان انتم مفصلين بس آآ هذا الشخص آآ بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة او ممكن يكون فقد وظيفة. مش عارفة حسك كده مش 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 عارفة ليه حسن حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى او مسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. او ممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج. عشان كده انت اتجوزت. او اتخطبت. الشخص ده آآ كان فيه وقود ما بينكم مسلا يجي يخطبك مسلا يعف شهر سبعة وما جيش. فقمت انت اقول تيه مسلا خلاص. انا مش عايزك? انا اتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا آآ هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت واقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عنده شي انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص يعني هو بينقل تغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبطة بشخص ويرحل عني تماما بقى ما فيش رجوع تاني. بيبقى العلاقة خلاص يعني العجلة قفلت خلاص. فهو آآ بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حياته. خلاص خلصت هذه العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت آآ اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان آآ في حد متعدملك او حد في آآ انت قلت له مسلا انا عتي كنت تتقدمني ولا لأ عشان في ناس متقدمي لي وهو مجاش. او قال لك لأ مش هينفع هتقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة بنازل قبيل يعني وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة واخترتي. خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو وانا مبسوطة بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بيه لا انتو مبسوطين. انتو خلط افدتوا العلاقة علاقة راحت لحالة. انتو مبسوطين يعني خلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره آآ وهو مش مشاعر يعني. مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعره. هو عايز استفهم بس يعرف. هو انتو فعلا انه ستو. بس انا مش فاهم اما هو واحدة اتجاوزت او اتغطبت لحد التاني ما انا كنا منسيتك يعني. مركز معايا ولا مركز فيه. حاجة زي كده. طب هو عايز يعمل ايه? نيتو ايه? هو نيتو غريبة قوي. نيتو البيش او كابس والبيش او ده النواية صغيرة او شنية كبيرة ايه. هو عايز آآ يكلمك تاني. وتبقى فيه علاقة تاني. يعني يبقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى. آآ هو يعني عايزكوا ترجعوا وتتكلموا مع داني حتى لو كلام آآ صحاب يعني على الاقل. يعني انت خلاص اتخطبت او انت تجوزت او خطبت. آآ بس على الاقل يا اخي يعني بقى فيه صداقة. يعني على الاقل بقى ما حب اتكلم معاك قد اتكلم معاك ما تقطعش معا القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حلينا نشوف هنا. هو مستقر برضو ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على هزي على الاقل.